وبشأن استمرار الصراع السياسي بين الميليشيات على السلطة وفشل تشكيل الحكومة ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان أستاذ الإعلام في جامعة البترة الدكتور عبد الرزاق الدليمي دكتور عبد الرزاق مرحبا بكم يعني لنبدأ من تصريح بلاس خارت أمام مجلس الأمن اتهمت صراحة أساسة في العراق بالبحث عن مصالحهم الخاصة وعدم الاهتمام بالمصالح الوطنية كيف يمكن قراءة هذا الاعتراف من مبعوثة الأمم المتحدة في العراق دكتور شكراً عن الاستضافة وأيضاً شكراً على مناقشة هذا الموضوع الحساس الذي أصبح الآن لشغل الشغل للشياسي في العراق وأيضاً الاعتمام من بعض القطاعات الشعبية العراقية الحقيقة الموقف الممتحدة لا يخرج عن التصور الآن أو الخطة الآن الموضوعة لإجراء بعض التغييرات ويعادة إنتاج المشهد للحراق بشكل مختلف يعني هم فيك بعض المواشرات التي تنطينها تصور أو انطباع أو قناعة أن هناك أشهر ساكنة تكون خلال تموز وربما شهر عار أنا شخصياً أتوقع بعد حفل شبتك تغيير في مبنان هناك مظاهرات يعني واحتجاجات غير عادية في مدن كثيرة في ما يسمى إيران وزير خارجية الأمريكي يزور معسكرات التورة الإيرانية هناك يعني تغيير في الجانب التشريعي تشكيلة البرلمان أو المجلس النواب في لبنان تغيير أعداد النواب الوضع في أوكرانيا يعني الموقف الغوشي المهيمن في سوريا حقيقة هذه كلها مداخل سيكون لها تأثير كبير على ما سيجد في العراق هناك معلومة أو ملاحظة كثير من الأخوان لا يحركوها أو لا ينتبوني عنها حقيقة الملف الإيراني انتقل منذ فترة ليست قليلة من وزافة الخارجية الأمريكية إلى الـ MI6 البريطانية يعني الآن ملف الإيراني هو بيئة بريطانيا وليس بيئة الولايات المتحدة الأمريكية ما الفرق بين الاثنين دكتور إذا كان قوات الاحتلال ما الفرق بين الاثنين بريطانيا والولايات المتحدة أشوف هم طبعا دولتين خططوا لاحتلال إيران يعني أنا في ضوء عن قراءتي العلمية الأكاديمية أنا عندي قناعات أنه دائما الحق الذي يبكر هي بريطانيا والأداة التنفيذية هي الولايات المتحدة ويمكن إذا تابعت وما تحدثني ماكرون رئيس الفرنسي قال إحنا يعني شبهها قال إحنا ثقافة في ضوء عن قراءتي تنتج يعني صناعة وولايات المتحدة حقيقة أنا يعني يعني المعلومات اللي عندي قراءاتي يعني حقيقة هي تمتلك معلومات وتمتلك يعني شوفت أنت حتى غيرون الصورة بالمنطقة لاحظ ما يحدث الآن في إيران يعني أنا أذكر في عام 2006 عندما سألني ريشاد مورفيني هو نائب وزيخة جيد زمن عندي كسينجر قال لي هل تنصحنا يعني دائما يأخذ رأيي قال لي هل تنصحنا أن نستخدم القوة العسكرية مع إيران قلت له الصراحة قلت له ليت المصلحتكم لأنه الوضع الآن بين النظام وبين الشعوب الإيرانية وضع غير هذه يعني الشعوب الإيرانية تحاولها تتخلص من هذا النظام فإذا تخدمت القوة العسكرية سوف يترفع ودع الناس ما بطل يعني إنسان شريف بالحالة يقبل يصير حدوان على بيته طيب دكتور عبد الرزاق يعني تصريح لبلاس خارد في تقريرها أمام مجلس الأمن تقول بأن دبلوماسية الصواريخ استراتيجية طائشة ولها تداعيات كارثية وأيضا تضيف الجبهة الداخلية للعراق ضعيفة وأيضا هي التي فسحت المجال لتدخل دول الجوار هذا التقرير من قبل جنين بلاس خارد هل أتى بجديد دكتور عبد الرزاق؟ لا أشوف أنت يعني الأمم التحدة يعني تذكر حضرتك سأحدث من خلال قناتكم ومعرف قنات أخرى أشوف الأمم التحدة كل منظمات كل تشكيلات كل الناس الحينية هم عبارة عن دائرة صغيرة من دواء الخارجي الأمريكي لذلك إذا أتيت شوف التغيط الموقع في الأمريك شوف منشلات تصريحات بلاقات وغيرها الحقيقة أتكلم أيضا مهم جدا لازم أغفر مواطن العراقي الآن الحرش التوري الإيراني وعيش المضام في إيران خامنائي حقيقة الآن إذنهم منقف متغير 180 درجة من العملاء الذين يتواجدون يعني كميليشيات وأيضا موجودين كسياسيين بالبلد هؤلاء يعني الآن نقضوا واجئهم من العملاء وأظن أظن يعني ما سيحدث قريبا هو طبعا التنسيق وتوافق بين النظام الإيراني وبين بريطانيا والولايات المتحدة لذلك توقع يعني خلال قادمه سيكون نحسر صيح ساخن يعني إضافة إلى هذا العجاج الذي الله سيحر العراقبي هناك عجاج أقوى هناك سخونة أقوى ستكون بأحداث ربما ستغير بعض ما موجود من خارطة خياسية وخارطة عكسرية في العراق دكتور بلاس خارت أيضا تقول بأن موضوع تجاهل الاحتياجات الأساسية للشعب العراقي هو أمر واضح طيب السؤال هنا إذا كان هذا إقرار من الأمم المتحدة وأيضا في مجلس الأمن لماذا يدعم المجتمع الدولي هذه السلطة بالأساس شوف إذا حضرتك نتابع كين مهاتم عراقين شعب العراقي شعب موسيس شوف الانتقادات التي توديها ولاية المتحدة الأمريكية للتدخل الروسي في أوكرانيا ماذا كان الجواب الرئيس بوتن والمسؤولين الروسي دلولهم أنتوا يعني لا تنتقدون ليش ما تنتقدون أفضلكم وتعترفون أنه تكتبتوا خطار كبيرة باحتلال العراق الجرائم التي ارتكبت من قبل الولايات المتحدة الملكية وبريطانية وحلطاء ومعهم نظام الملالي في إيران في العراق الحقيقة يعني يندى لها الجميل يعني المفروض الآن أحنا نطالب العراق بمحاكمة كل المسؤولين عن هذه الجرائم اتداء من التخطيط الاحتلال العراق ومن ثم احتلاله وما حدث من 2003 ولمان ولكن كما تعلم الحقيقة لا تخط وغيرها يحلون الناس يعني يكلفون وكل ما في الأمر الآن يقولون أن هذه العملية السياسية وصلت إلى مرحلة من الفشل دائما يمكن السكوت عليها ورح يمرون يعني ما قلت قبل شوية التغييرات التي ستحدث يعني توقع أنه يمكن أنه ضروف صعبة حتى تمر بالشعب العراقي في الفترة القادمة ولكن أعتقد أن هناك ضوء في نائة النفق خلال الفترة القديمة القادمة سيشهدها لعرق أستاذ الإعلام في جامعة البترة الدكتور عبد الرزاق الدليمي حدثنا من العاصمة الأردنية عمان شكرا جزيلا لكم